دبلوماسياً إن أحل وزير الشؤون الخارجية والجلية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بالعاصمة التونسية بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبهون وحيث سيستقبل وزير الشؤون الخارجية والجلية الوطنية بالخارج أحمد عطاف من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد لتسليمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبهون كما سيعقد عطاف جلسة عمل مع نظره التونسي نبيل عمار